بسم الله والحمد الله والصلاة السلامة على حضرة سيدنا ورسول الله وعلى آي haver وصحبه اجمع اجمع زيما كان فيه تبويض من نوع المفروض يكون تبويض من نوع دول لكي يديني name metdi ان اختار حاجة من مجموع من المجموعح كافيا وعلى اسر الحديث canada from both sides المفروض يكون عندي مشموعة من حاجات. وده اللي احنا هنحاول نعمله بان احنا ندرش اكتر من سويتش مع بعض. تمام? الحاجات السابطة هي لكلصات بتاعتي. الحاجات اللي انا ما ينفعش نغيرها. لكن الحاجات اللي ممكن تتغير هي الربط ما بين الاي دي وما بين اللابل بتاعه. يعني انا عندي هنا واحد. ممكن في السويتش اللي تحت اخليه اثنين. بالنسبة للسويتش التالت. راح نخليه تلاتة. علشان ده يتديني الاختلاف ما بين الاثنين. تمام? وانا مصبت يا جماعة السويتش ني. اوكي? لو انا عملت كنترول اس و رحت للموقع بتاعي وعملت ريلود. ادي اون. ده يتشغال. لو انا عملت الدا اون ده هيفصل. لو انا عملت الدا اون ده هيفصل. الناس اللي ما اظنوا فهمتني. يعني بيجي واحد يبقى اون. اللي بجي كله عمل كنترول عليه. ده بيديني يعني زي سنة مرونة اكتر. نفس فكرة الريدي بوتن يا جماعة. بس مش اكتر. بس انت بتحاول تعمل ايه؟ الريدي بوتن كان بتديلك اوبشن واحد. فبدل ما انت تفرد كل اوبشنز بتوعك. انت ممكن اه تدي له اه انه يختار انه ينور حاجة اه او لا ام بمجموعة من الحاجات. المعنى واضح طبعا عن النفس. اللي شاهد معايا في القصة يا جماعة باللهي. النيم بتاعي بيكون سابت. نفس الفكرة بتاعت الريديو بوتن. لما انا كنت بقول يا جماعة. طالما انا سابت لمجموعة من الريديو بوتن. فبالتالي لو انا عملت سيليكشن الواحدة. التاني هيبقى ايه؟ البادي راح يتحرروا منها. فمني الحاجة اللي بتربط الجماعة دول هي الخاصياني. سبحانك اللهم وربنا وبحمدك. لا الى هلا انت استغفرك واتوبه اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا